اشتركوا في القناة تفكرات ومكاشفات وأسئلة فكرية إشكالية ترتبط بتجربة بشارة البحثية والفكرية الطويلة والمتشعبة والغزيرة أيضا في العديد من المجالات لكن ما يجمع بينها هو خط ناظم أو خط مشروع فكري تتشابك حلقاته وبعجالة ساقتصر على المرحلة الجديدة التي دخل فيها هذا المشروع وهي المرحلة التي دشنها كتابه الكبير عن الدين والعلمانية في ثلاث مجلدات ووعد قراءه بأنه سيزر المجلد الرابع مبدئيا عن الدنيوة أو العلمنة في العالم العربي الإسلامي حتى قيام الحكومة العربية بدمشق باعتبار أن قادونها كان عصريا علمانيا في حياة الدولة العربية وهذا المشروع هو نموزج لما أطلق عليه المنهج التكاملي أو يطلق عليه الآن تداخل الاختصاصات وعبورها وتشابكها وهي رؤية تبناها المركز العربي منهجيا منذ انطلاقته في أواخر العام 2010 ومن هذا المشروع وصولا إلى كتبه الأخيرة وأبرز منها كتاب الطائفة والطائفية الطوائف المتخيلة التي يعمل فيها على بناء نظرية عربية للطائفية في شروط انفجار المشرق العربي الكبير بالصراعات الهوياتية والطائفية وتحوله إلى مختبر لإمكان اشتقاق هذه النظرية وهذه النظرية التي اشتقها بشارة من عمله البحث على مستوى التاريخ الطويل المدى لهذه الإشكالية تعتبر تتويجا في محاولة بناء علم اجتماع عربي يسائل المفاهيم القارة وينقدها ويفحصها ويعيد بناءها من جديد لن أطيل فالكتاب متوفر ولكن كي أشير إلى الصلة بين العنوان الدال لهذه المحاضرة أولوية الفهم على المنهج وبين اشتقاق بشارة لمنهجه من عملية البحث وموضوعها في سياق محاولة بناء علم اجتماعي عربي ستثير هذه المحاضرة لا شك الكثير من النقاش والأسئلة أدعو الدكتور بشارة إلى تقديم محاضرته وهي طويلة تناهز عشرة ألاف كلمة كما وصلتني لكنه سيقدمها مختصرة في حدود الحصة الزمانية المقررة أهلا دكتور فضل شكرا شكرا سيد جمال شكرا للحضور آمل أن تتحلوا بالصبر قليلا لأنه فعلا المحاضرة بدأت ككلمة مكتوبة أردت أن أقرأها ثم تحولت إلى نوع من الإسي النظري الطويل سأحاول أن أختصر قدر الإمكان وأتكلم بشكل ارتجالي تقريبا لأنه من الصعب أن أقرأ محاضرة من عشر ألاف كلمة في الوقت المحدد لهذه المحاضرة الافتتاحية وطبعا العنوان هو في أولوية الفهم على المنهج والمحاضرة من جزئين أو الكلمة من جزئين أو المداخلة الجزء الأول هو نوع من المكاشفة الديكارتية حول عملي أنا يعني كيف أقارب أنا مواضيعي ومع علمي أن ديكارت من قراءتي للأوراق التي وصلتني أن ديكارت لا يتمتع بشعبية كبيرة في هذه القاعة وطبعا أنا استفدت كثيرا من الأوراق الموجودة ولكن مع ذلك المكاشفة هي ديكارتية بمعنى ماذا أفعل عندما أقارب موضوعا والجزء الثاني هو بعض المناقشات الفلسفية حول المنهج أتمنى أن أصل للجزء الثاني أو أن أتطرق للنقاط الرئيسية فيه الحقيقة عندما أبحث في موضوع ظاهرة اجتماعية أو غير أنا القادم من مجال الفلسفة إلى العلوم الاجتماعية أميز غالبا بين التطرق أو معالجة مفهوم أو مصطلح قائم أصلا في العلوم الاجتماعية يختزن بنية تحليلية لظاهرة ما أو يختزن على الأقل طاقة تحليلية لظاهرة اجتماعية ما غالبا كشخص قادم من مجال الفلسفة أبدأ بالمفهوم أبدأ بالمصطلح من الأدبيات القائمة طبعا الكثير من علماء الاجتماع والاقتصاد وبقية العلوم الاجتماعية والإنسانية يبدأون بالظاهرة الاجتماعية نفسها لكن في رأيي يتبين خلال البحث أنه لا فرق سواء بدأت بمعالجة مفهوم قائم مثل ما فعلت في كتابي المجتمع المدني أو العلمانية أو الطائفية أو غيره في النهاية ستجد نفسك وجها لوجه مع الظاهرة الاجتماعية لكن أفضلية البدء بالمفهوم هي الأفضلية التي تسمح لك بنقد ما كان قائما بعرضه على الظاهرة الاجتماعية ومقارنتي بها ويعطيك زاوية نظر يعطيك شيء تبدأ به يعطيك زاوية نظر إلى الواقع الاجتماعي لكي لا تبدأ من السفر وغالبا ما أبدأ أنا شخصيا يعني بتحليل فلولوجي أو حتى لساني وظيفي للمفهوم كيف نشأ تاريخ نشوء وفكرته ومقارنته مع الظاهرة الاجتماعية نفسه المقارنة أو محاولة تأريخ الأفكار تأريخا نقديا هذا البعض يسميه منهج أنا لا أسميه منهج هكذا أقرأ أقرأ بشكل نقدي أصلا بدون ما أفكر فيه كمنهج تأريخ نقدي للأفكار كيف نشأ المفهوم كيف نشأ المصطلح ومقارنته مع التطور الاجتماعي التاريخي نفسه هذا يعطيك ذاوية ممتازة للبدء في الظاهرة الاجتماعية لكن لو سألت نفسي أو سألتوني ما هو المنهج الذي سأتبعه في الظاهرة الاجتماعية أقول بصراحة لا أدري أنا عندما أقارب ظاهرة اجتماعية ما لا أدري ما هو المنهج الذي سوف أستخدمه وأضيف وأقول لا أدري ما هي الفرضية غالبا الباحثين ينظرون إلى كتاب يرون في البداية فرضية والشخص يتحدث عن المنهج الذي استخدمه هذا أسلوب العرض هذا ليس أسلوب البحث كما كان مارك شو سميه هذا دارشتيلونغ مثودي هذا أسلوب لبريزنتيشن ليس أسلوب الريسيرت هذا عمليا قلب لما فعله الباحث الباحث انتهى بالفرضية ولم يبدأ به وصل إلى استنتاجات ثم صاغاها كفرضية عندما كتبت هذه الحقيقة نحن لا نبدأ بالفرضية نحن ننتهي بالفرضية ولذلك من يدعي أنه لديه فرضية جاهزة منشأة قبل أن يبدأ بالبحث باعتقادي هذا خطأ ومن يقول أنه يبدأ بمنهج ما أيضا خطأ لأنه المنهج برأيه يفرض الموضوع وليس فقط الموضوع يفرض معالجة الموضوع حين تبدأ بمعالجة الموضوع يتضح بالتدريج ما هي المناهج لا هي المنهج والمناهج التي ستحتاج إليها لفهمه طبعا غالبا البداية تكون بالأدبية وفحص ما كانت إذا ما كانت مفاهيم صالحة ما زالت صالحة لفهم الظاهرة هل نشأت اكتشافات جديدة تطورات جديدة فندت المفهوم وطاقة التحليلية أنا شخصيا وصلت إلى ذلك في تحليل السكت عند فيبر ووجدت أنه لا يصلح لفهم الطائفة والطائفية في بلاد أخذت مفهوم قائم في العلوم الاجتماعية وأظهر في فصلين ثلاثة أنه غير قابل للتفسير لا يشرح مفهوم الطائفة في بلاد قد يشرح مفهوم الفرقة ولكنه لا يشرح مفهوم الطائفة الطائفة تحتاج إلى تطوير نظرية خاصة بنا لأنه هذا موضوع طويل على كل حال ولكن تبدأ بالمعالجة من منطلق نقدي أن مفاهيم أصبحت قاسرة عن فهم الظواهر الاجتماعية قيد الأبهار هنا أتذكر قول لكارل بوبر أنه ليس هناك منهج للإكتشاف بل فقط منهج للإثبات أو قابلية التخطيء أو التكذيب فلسفيابيليتي أبرأيي هذه الجملة أنه لا يوجد منهج للإكتشاف يوجد فقط منهج للتصديق أو التكذيب يعني بعد الاكتشاف تصلح لموضوع المنهج لا يوجد منهج لإكتشاف المنهج لا ليس لدي منهج لإكتشاف المنهج خلال البحث هذا يتبين خلال التفاعل مع الموضوع نفسه عندما أقارب بحثا ما ماذا يوجد لديه؟ يوجد لديه مجموعة حدوث مثلا الحدث أن شيء ما خطأ في النظريات الاجتماعية القائمة أو إدراك وليسك مجرد حدث أن شيء ما خطأ وقد يكون الدافع أيضا قيمي للبحث مثلا اعتقادي أن هناك حاجة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة من منطلق مصلحة المجتمع ومصلحة العملية الاجتماعية مثلا التحول الديمقراطي نحن في خضم نقاشات وطنية عربية من المحيط إلى الخليج تقريبا حول مسألة التحول الديمقراطي وأنا معني بموضوع الديمقراطية هذا دافع قيمي للبدء في البحث في موضوع الديمقراطي قد يكون دافع قيمي تماما وقد تكون حدوث ومجموعة حدوث أن أشياء ما خاطئة تنوير الرأي العام مثلا لأن هناك معتقدات خاطئة في الرأي العام حول بعض المواضيع وأستطيع أن أضيف عوامل عدد كبير من العوامل ليست لا نهائية ولكن عدد كبير من الدوافع والعامل التي تدفعني لكتابة بحث اللي عندي عندما أقارب البحث سوى هذا القرار اللي توجد أسباب مختلفة لاتخاذه وأن أختار هذا الموضوع أو ذاك لا يوجد منهج لاختيار الموضوع ماذا يوجد لدي؟ مجموعة من المهارات التي اكتسبتها كباحث أولا معارف ناتجة عن قراءات سابقة وقراءات يجب أن أستكملها قراءة الأدبيات ثم مجموعة مهارات عقلية مثل التفكير السببي مثل القدرة على الاستنتاج بشكل متماسك الذي يسمى عادة الاستنباط والاستدلال وغيره استنباط فكرة من فكرة بشكل متماسك وله وسائل مختلفة وربما أتعلم القدرة على الاستقراء لاحقا كيف أخرج تعميمات من جزئيات وغيره والقدرة على التحليل القدرة على البعض في علم طلاب ويبدو يكتب في المقدمات استخدمت المنهج الوصف التحليلي لا يوجد منهج وصف التحليلي هذه مهارات عقلية لا يوجد منهج اسمه الوصف التحليلي هذه مهارات هذه مهارات عقلية تبدأ بها لأنك باحث تستطيع أن تبحث في الموضوع لأن لديك هذه المهارات ولكن هذا ليس منهجا المنهج في رأيي هو مقاربة تحليلية تنجم عن نظرية ما في هذا العقل المهارات التحليلية قائمة عن كل البشر وهي ليست مناهج أما المنهج الذي أقصد على الأقل في هذه المداخلة هو مقاربة تحليلية ناجمة عن نظرية ما في ظاهرة اجتماعية ما أو مجموعة الظواهر هذه تنتج لي منهجا مثل منظرية التحديث أنتجت لي منهجا المادية التاريخية أنتجت منهجا اللسانيات الوظيفية أنتجت منهجا الكوغنيتف سايكولوجي أنتجت مناهج إلى آخره هذه نظريات يترتب عليها مناهج يعني مقاربات في تحليل موضوعنا ما يسمى عادة المناهج في التدريس وليس لديه اعتراض على التسمية على فكرة لأن هذا رجل ما يسمى عادة مناهج في كتب التدريس وفي جامعاتنا مثل المنهج الكمي المنهج الكيفية في الحقيقة أدوات وليست مناهج هذه أدوات تحتاجها المناهج يعني الإحصاء يعني غالبيتها مأخوذة من علوم أخرى مثل علم الإحصاء والرياضيات وغيره نقترض منهم أو نستلف منهم أدوات مثل الأدوات الكمية التي تعمل فيها السيرفيز وغيره ما يسمى الأدوات الكيفية الإثنوغرافي وإلى آخر هذه أدوات تصلح لعدة تخصصات لتخصص أو لعدة تخصصات ولكنها ليست مناهج هي أدوات وأنا أستخدم هنا كلمات وأرجوك معايب تمييز هذا الذي أستخدم هنا أستخدم كلمة عابرة للتخصصات هي أدوات عابرة للتخصصات هذا ليس تداخل للتخصصات هذا موضوع آخر هي عابرة للتخصصات لأن تخصصات عديدة تحتاج هذه الأدوات وتستخدمها في رأيي اتخاذ مواقف أيديولوجية من هذه الأدوات هو عبث هذه أدوات محايدة إلى حد كبير وتتضح قدراتها أو يتضح حدودها أثناء البحر ويمكن تعريضها للنقد مثلا مع انتشار العلموية الكمية في الاقتصاد وغيره تضح حدودها أنها لا تفي بالغرض وأنه أو حتى دخلت في مجال في مرحلة معينة دخلت الأدوات الكمية عند وجود نزعة علموية دخلت الأدوات الكمية حتى في التحليل الأدبي صاروا عندها تحليل نص أدبي يعدوا عدد الكلمات كذا أو عدد المصطلحات التي استخدمها الكاتب وكذا هذا التحليل الكموي طبعا هذه النزعة فشلت كما هو معروف لأنها لم يعني تضحت حدودها خلال البحث عندما تعطيني إحصائيات أنه الاقتصاد الكمي الكلي في السودان في وضع جيد وأنه الأراضي الصالحة للزراعة تضاعفت وفي نفس الوقت تنفجر أحداث في السودان واضح أنه تحليلك الكمي للأوضاع وهذا هي التقارير في العام الأخير مع الانفجارات في السودان تحليلك الكمي للأوضاع لم يصلح وأنك كان يجب أن تميز بين النمو والتنمية وأن التنمية ليس قضية كمية هي قضية تحتاج إلى أمور عديدة أخرى مثل ما أنه لا يكفي لتقول لي أنه يوجد سيستم صحي في البلد أن تحصي عدد الأسرة ويمكن أن يكون فيك أسرة ومستشفيات ويمكن أن يكون عندك عشرات الطائرات وليس لديك سلاح طيران حقيقي يعني القضايا الكمية لا تكشف لنا ما نريد فهمه من الظاهرة وتتضيح حدودها لكن اتضاع حدودها لا يعني اتخاذ موقف أيديولوجي منها يعني أنها قابلة للتعديل قابلة للتطوير وهي تتطور باستمرار أو قابلة للاستغناء عنها واستخدام أدوات جريدة ما أقوله هي أدوات قابلة للتعديل قابلة للتغيير ليست محصة هي لا تمانع التغيير هي ليست من نوع الأيدولوجيات والمناهج المرتبطة فيها سأقول كلاما عن ذلك يتعصب لها لا مجال التعصب للأدوات هذه أدوات يمكن تطويرها وتغييرها بالتدريج لكن لنضع في بالنا أن ما نقصد عندما نتحدث عن المناهج ليس ما يسمى المناهج الكمية والكيفية التي هي عابرة للتخصصات تداخل التخصصات في رأيه هو موضوع آخر تماما أو تكامل التخصصات هو في الحقيقة تكامل مناهج ناجمة أو مترتبة عن نظريات محسوبة في هذه التخصصات سأوضح ذلك بأمثلة إذا أردتم ولكن أولا أريد أن تكون الفكرة واضحة تداخل التخصصات غير عبور التخصصات تداخل التخصصات هو تكامل مناهج احتياج الباحث إلى عدة مناهج في فهم الظاهرة وهذه المناهج مترتبة على نظريات محسوبة على تخصصات معينة التخصصات قضية تقسيم تعسفي تخصصات نفسها لكن تحسب مثلا نظرية التحديث تحسب على علم الاجتماع تضطر أن تتكامل مع أثماء استخدامها تضطر أن تتكامل كما أستطيع أن أظهر مع الفنكشناليزم مع الوظيفية مع البنيوية التي لا أدري بأي تخصص تكون تضطر أن تتكامل مع المادية التاريخية لأصلها نظرية في التاريخ أو غيره أمور كثيرة أخرى أحتاجها أثناء البحث في ظاهرة اجتماعية تضطر إلى عدة مناهج لفهم الظاهرة هذه المناهج محسوبة على عدة تخصصات هذا تكامل التخصصات في لغة كثيرة حول تكامل التخصصات عبور التخصصات أما في أشياء عابلة للتخصصات أصلاً تستخدمها عدد مثل المنهج الكمي والمنهج الكلف حين قربت مسألة أنا أتحدث كما قلت مكاشفة نوع من المكاشفة حين قربت مسألة الطائفية الطائفة والطائفية طبعاً بدأت بالمصطلح تاريخه إلى آخره هل سيكتاريانيزم كما استورد من الغرب يصلح لفهم الظاهرة في بلادنا ما هي الطائفة تجد نفسك تحلل هل هي كوميونيتي طيب الكوميونيتي إله نظريات هناك نفريات قائمة حول الكوميونيتي والسوسائتي تتعامل مع نظريات قائمة يترتب عليها مناهج معينة في فهم الظاهرة هل تفهم الطائفة كوميونيتي في نظرية قائمة ما هي الكوميونيتي هل تفهم كسوسائتي يتضح لي في البحث أنه هي لا هذا ولا هذا هي ليست كوميونيتي لا ليست فيستوفا ولا سوسائتي ولا مجتمع نتحدث عنه لأنه ليست مجتمع قائم بذاته على نوع من الفرديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعندما اقول الطائفة هي جماعة متخيلة تنتجها الطائفية هذه نظريتي انه انا في رأيي ليس الطوائف تنتج الطائفية وانما الطائفية السياسية في بلادنا انتج الطوائف متخيلة لكي افعل ذلك كان من الضروري تحليل الواقع الاجتماعي في بلادنا التاريخ الحديث عن الطائفية وكأنه في تاريخ بلادنا هي تاريخ صراع بين الطوائف اظهر ان هذا غير صحيح ان الطوائف لم تكن عاملا حقيقيا في البنى الاجتماعية في بلادنا ولا في حركة التاريخ لم تكن المحرك الرئيسي للصراعات في بلادنا الطوائف كما يحاول بعض المستشركون وغير المستشركون يعني المستشركون وانا يعني يعني هاي ندب كل شيء على المستشرقين انا بعتقد فيه عنا مستشرقين اكتر من المستشرقين في بلادنا يعني وليس بالضرورة يمثلون علاقات استعمارية وكل هذا التحليل أنا غير موافق عليه الحقيقة يعني عني وجهة نظر في هذا وكأنه بلادنا هو لأنه يرون الآن الصراع طوائف يخسقطون على ذلك على التاريخ في وكأنه تاريخ هو صراع بين الطوائف تنتقد ذلك بماذا بدراسة نقدية للتاريخ بقراءة نقدية للتاريخ من جديد والتاريخ الاجتماعي ايضا تجد نفسك اثناء الحديث عن البناء الاجتماعي بحاجة الى نظرية الدولة تجد نفسك بحاجة الى دراسة في المجال اخر تماما اللي هو العلوم السياسية الكمبراتيب كوليتيكال سيانس او الكمبراتيب كوليتيكس كما يسمى في الغرب وهو نظرية التوافقية هل التوافقية تصلح لبلادنا ام لا ما هي التوافقية تجد نفسك مواجهة مع نظرية التوافقية وهل تصلح لبلادنا فرضت فرضا على بلادنا في رأيي من قبل سوسيولوجيين عرب أو منظرين عرب هل تصلح لهذا؟ هي مأخذها من هولندا بالأساس هي مأخذها بالأساس من هولندا وكل مرة الكاتب كان يصادف شيء جديد يرجع يطورها من جديد يعني عمليا ليست نظرية حقيقة استقراء واحد من نموذجين أو ثلاثة بلجيكا هولندا سويسرا وكل مرة يخطئ يضيف إليها شيء لأنه يثبت أنها خطأ لا تصلح لبلاد أخرى فكل سنة كانت تعني نظرية التوافقية كل سنة كانت تعني شيء جديد أنا أظهر ذلك وبالتالي نحن أيضا نستطيع أن نطور من التجربة اللبنانية والتجربة العراقية هل تصلح لبلاد أخرى أعود لملاحظة أخرى حول ما يسمى الأدوات الكمية أو ما يسمى في لغة التدريس في الجامعات المناهج الكمية وكمان مرة أقول مرة أخرى ليس لي اعتراض على اللفظ ما دمنها متفقين ماذا يعني حين نستخدم نظرية مثل نظرية التحديث اللي ثبت أيضا حدودها ومشاكلها وأنه لا يوجد تحديث واحد وأنه تطبيقها على العالم الثالث لا يصح ثبت ذلك ويوجد مدارس كاملة نشأت في أمريكا اللاتينية تحديدا وليس عندنا يوجد بعض المتغيرات مثل نظرية نظرية التبعية اللي انتقدت نظرية التحديث ولكن هناك نظريات أخرى عديدة انتقدت عندما نأتي لنظرية التحديث اللي تقول الكثير إذا أنت تبنيت منهج نظرية التحديث أنت تبنيت أمور عديدة مثل له اسقطات على مفهوم الحداثة ما هي الحداثة أو إذا تبنيت منهج التحديث تحتاج أن تحدد تحتاج إلى أدوات لتحدد كيف يقاس التحديث هل يقاس بمعدل الدخل للفرد هل يقاس بحجم الطبقة الوسطى هل يقاس بعدد أجهزة التلفزيون في البيوت هل يقاس بنسبة التعليم كل هذه عناصر مترتبة على المنهج تحتاج أن تفحصها ماذا تحتاج لتفحصها؟ أدوات ما هو نوع الأدوات التي تحتاجها؟ في هذه الحالة ربما أدوات كمية هذه هي العلاقة لكي أبينها تماما هذه هي العلاقة بين النظرية المنهج الأدوات لكن خلال ذلك الامتحان الكبير خلال ذلك تبين إذا ما كان هذا يكفي لفهم الظاهرة هل يجب نقده؟ هل نحتاج إلى مناهج جديدة لاستكمالها للتعامل مع الظاهرة والتوصل إلى نموذج جديد أو نظرية جديدة أو مفهوم جديد أو قد يتضح أن هذه المناهج بالإضافة إلى مناهج أخرى تعطيني قدر جيد من الوسائل لفهم الظاهرة في بعض الباحثين أصلاً كل بحث مبني على محاولة إثبات أن منهج ما صحيح أنا لست يعني مؤيداً لمثل هذا النوع من الأبحاث لأنه يعني أنا برأيي لا يخرج بشيء جديد سوى النقاشات بين الباحثين قد يصلح لنشر مقال في بريوديكا قد يصلح للترقية قد يحصل النقاشات بين الأساتذة مثلاً أنا أقوم ببحث لأثبت أن منهج ما صحيح لأنه لدي موقف أن هذا المنهج صحيح ماذا يزيد ذلك على المعارف العلمية لا أدري ولكنه هذا العالم الأكاديمي لا يخلو من مثل هذه الأمور وربما تكون له حاجة وربما يكون النقاش حول هذه المواضيع مفيد أنا لا أقصد مثل هذه الأمور أنا أقصد أحد نوعين من الأبحاث إما محاولة فهم ظاهرة اجتماعية أو محاولة فحص مفهوم ما إذا كان يصلح لظاهرة اجتماعية وكما قلت في البداية في النهاية المسارين يتطاطعان ثواء جئت من الفلسفة مع المفاهيم إلى العلوم الاجتماعية أم جئت من العلوم الاجتماعية من الظاهرة نحو المفهوم في النهاية العمليتين تتطاطعان أريد أن أقول بعض الملاحظات حول المنهج من النقاشات الفلسفية الجارية حوله وآمل أن يسعفني الوقت طبعاً غالبية الأمور ستنشر لاحقاً ولذلك يعني ما بسير شي عظيم إذا فيه أشياء انسيتها الشغلة عظيمة في الآخر بنتشر مش رح تتغير الدنيا الآن فيه نقاشات فلسفية لاحظتها أيضاً في الأوراق اللي طبعاً استفدت منها كثير أنا تقريباً قرأت كل الأوراق حوالي ألفين صفحة الله يعطيك العافية فيه أشياء طبعاً مفيدة جداً في الأوراق لكن فيه نوع من النقاشات الفلسفية أنا برأيي مفيد فلسفية بمعنى لا أدري ما هو إسقاط الحقيقة على منهج البحث يعني لا أدري النقاشات نقاشات هايدغر وتلامزته كم فدت المناقش يعني ما حدا فر يستطيع أن يريني حتى الآن ممكن يجي واحد في المستقبل وين أثرت على منهج البحث هي نقاشات ممتازة يمكن مفيدة يعني في النظر إلى العالم والدنيا لكن لم أرى الأثر المباشر على منهج البحث وأبدأ بمقاربة مرة أخرى تقترب من قضية المكاشف عندما أبحث في موضوع معين لا أفكر كثيرا في ذاتي بوصفها ذاتا وفي الموضوع بوصفه موضوعا وربما أعتبر هذا الأمر معطا مفروغا منه فالذات والموضوع في حالة القيام ببحث هما طرفا معادلة الممارسة المعرفية وليسا قطبين متقابلين في تنظير سابق عليها الفصل بين الذات والموضوع في حالتنا مناهج البحث نحن نكون بأبحاث مناهج البحث الفصل بين الذات والموضوع هو مسلمة إبستمولوجية ولا يقوم على افتراض واعي لوجود فصل سوسيولوجي للظواهر الاجتماعية بين ذوات ومواضيع أو أنتولوجي للوجود بشكل عام بين ذات وموضوع وأعتقد أن الانشغال بهذا الموضوع مشكلة بعض المفكرين والباحثين لكني بالإمكان أن أعتقد أن الذات والموضوع غير منفصلين أنتولوجيا ومع ذلك أمارس هذا الفصل معرفيا لا يوجد طريقة أخرى في معادلة ذات وموضوع في العملية المعرفية سواء سلمت أنتولوجيا بوجود فصل أم لا هذا لا يؤثر على أني أتعامل كذات مع مواضيع في البحث العلمي هذا أنا باعتقادي موضوع الفيستومولوجي لا علاقة له بالتقسيم الأنتولوجي للوجود أو حتى التقسيم السوسيولوجي ماذا أريد أن أقول فلسفيا أخواتي أخوان وجود افتراض معين أنتولوجي للواقع أو بنية معينة أنتولوجية للواقع ليس بالضرورة أن تكون لها علاقة مباشرة بأمرين بالإبستومولوجيا وبالأكسولوجيا في عالم القيم باعتقادي إيجاد رابط نسقي بين بنية الوجود سواء وجود اجتماعي أو الوجود والعملية المعرفية وعالم القيم هذا بناءه ليس مجهود علمي قد يكون مجهود فلسفي قد يكون مجهود أيديولوجي ولكنه ليس وظيفة العلم أرى تنظير كثير حول استنتاجات قيمية من بنية الوجود هذه مسألة الأنساق الفلسفية وأستطيع أن نناقشها إذا كان بنية الوجود تفيد بالحرية هذا أنا باعتقادي استنتاج فلسفي وليس علمي أو أن بنية الوجود تتجه إلى غاية ما؟ غاية من؟ غاية الخالق، غاية البشر، غاية موجودة في الواقع مسألة فلسفية ليست مسألة متعلقة بمناهج البحث العلمي وبرأيي أنا أيضاً عندما نقوم بالبحث العلمي غالباً ما نجرد من هذه المسائل نحن نتعامل كثوات مع مواضيع بمناهج مختلفة لكن برأيي هذا على أهميته لأنه قد يحدد مصير العالم أكثر بكثير من مناهج البحث العلمي بمعنى هذه القضايا الكبرى العلاقة بين بنية الوجود والقيم والمعرفة فتكون أهم من العلم ربما في تحديد مصائر البشر أيديولوجيات تقيم حركات هي مهمة لا أقول أنها غير والنقاش حولها مهم لكنه ليس متعلقاً بالمنهج البحث العلمي هذه قضايا برأيي الربط هذا بين هذا المثلث بين أضلاع هذا المثلث لا يمكن إلا أن يكون ربطاً أيديولوجياً أو حتى ميتافيزيكياً الآن يسأل السؤال إذا كان لا أفترض أو أعتقد أو أسهل الأمر مقارنة بهايديجر وتلامزته إنه لا العملية المعرفية ذواته ومواضيعه وآخره يأتيني السؤال وأسأل نفسي وإذا كان موضوع البحث هو ذوات أو ذات ماذا تفعل؟ هل تتعامل معها كمواضيع؟ في الحقيقة في المعرفة نعم أتعامل معها كمواضيع لا في القيام ليس في الأخلاق في عملية المعرفة نعم أتعامل معها كمواضيع كيف؟ وسائل عديدة في من يؤمنون بما يسمى المشاركة في البحث العلمي أقيس على ذاتي أقيس على ذاتي أعرف الذات الأخرى قياساً على ذاتي لا أستطيع أن أقتحم عالم الداخلي ولكن لا أستنتج من هذا استنتاجات النظرية السلوكية أن الذات داخلياً سندوق مغلق وكل ما أستطيع أن أعرف عن الذات الأخرى هو أفعالها، ردود فعلها، تعبيراتها، إيماءاتها كما تقول السلوكية ولا أستطيع أن أقتحم هذا الصندوق اللي أسمه الذات الأخرى بل أقيس على ذاتي أستطيع أن أقتحم ذاتي وأقدر ماذا يشعر، كيف يفكر هل يخدعني أم لا إلى آخره بالقياس على مجريات نفسية حقية في ذاتي أدرس ذاتي، أدخل في ذاتي وأقيس عليها لمعرفة الذات الأخرى هل هذا يكفي؟ كيف أستطيع أن أتجاهل إيماءات وأفعال ولغة وكذا وإلى آخره هذا الاحتمال الثاني الذي يقول السلوكيين وفي احتمال الثالث أن أجمع بين الأمرين وأن يكون هذا الجمع جمعاً فورياً غير مفكر به كثيراً بمعنى أدرس الذوات الأخرى من أفعالها، أقوالها، ردود فعلها لأن لدينا اللغة نحن نتفق على معانيها نتفق على مصطلحاتها النظريات الجديدة تقول لي لا تكفي الدلالات يجب أن ترجع إلى المعاني موراء الدلالات حسناً هذه إضافة ولكن هذا ممكن لأني أعرف ذاتي أني ممكن أن أقول كلام ذات وأقصد ذاك وأعرفه من التجربة التاريخية ومن تراكم المعرفة وأجمع بين الأمرين القياس على ذاتي ومعرفة ردود فعل هكذا تتضح حدود الأمور نقد النظرية السلوكية لم يأتي من فلسفات هايديجر أتى من كوغنيتف سايكولوجي الذي جاءه وكوغنيتف لينغوستيكس عند شومسكي عام 1959 جاءت نظرية تقول لكي تعرف أن نستطيع أن نعرف شيء عن الآخر لأنه نستطيع أن نعرف شيء كوغنيتف لي عن بنية ذهن الآخر وليس بالفلسفة حول المشاركة والذات والموضوع جاءت نظريات علمية أخرى جاءت نظريات علمية أخرى بيّنت أنه نستطيع أن نعرف شيء عن بنية تفكير الإنسان فيما يتجاوز ردود فعله وسلوكه ودراسة التي اقتصرت عليها النظرية السلوكية طوال النصف الأول من القرن العشرين تقريبا وأصبح ثم تطورنا أكثر جاء علم الحاسوب وأصبح هناك دراسة في بنى التفكير وجاءت النيرولوجي وحتى السيكولوجيكال نيرولوجي أو النييرولوجيكال سيكولوجي سموها ما شئتوا اللي بدأت تربط بين عمليات معينة في علم الأعصاب والأفكار والأرخل إذن حدود منهج معين في الدراسة جاء بسبب نشوء نظريات ومناهج علمية أخرى وأنا بعتقد أن طوال الوقت نحن نتطور بهذا صحيح الفلسفة تأتي لاحقا وتطور مصطلحات تستنتج من ذلك استنتاجات متعلقة بالعالم ككل بنظراتنا للوجود لكن برأيي ما يضع حدود منهج علمي هو منهج علمي آخر وهكا تطور العلوم طوال الوقت وفي رأيي أنه هذا لا يغير من حقيقة أن العلم عموماً يؤمن بالمعلم يؤمن بإمكانية الفهم والعلماء مجموعة من البشر يتفقون على أمرين أنه فهم العالم ممكن ثانياً فهمه في حدود العلم أنه بإمكان العلم أن يساعدنا في الفهم هذه مجموعة العلماء في الدنيا هم مجموعة بشر من هذا النوع لديهم قيم ودوافع مختلفة لديهم استنتاجات مختلفة لديهم أهداف مختلفة لديهم تصورات مختلفة لاستخدام العلم ولكن لا يختلفون في أن نقاشهم يكون في حدود العلم لذلك الحقيقة لم أفهم كثيراً لم أفهم كثيراً ما يقصده إقدامر عندما يتحدث عن منهج البحث العلمي يكون بالمشاركة وليس بالسيطرة أو تبني منهج مشارك وليس مسيطر في البحث العلمي لم أفهم الحقيقة كثيراً لأنه لم يعرض لي مثلاً كيف ماذا يقصد الكلام جميل طبعاً صحيح محدش بحب السيطرة وكلنا من حب المشاركة لكن ماذا يعني هذا في البحث العلمي في رأيي الحقيقة أنه في النهاية نحن نحاول في البحث العلمي أن نتوخى الموضوعية وفي نقدنا لعلوم استخدمت في السيطرة على المجتمعات والبشر ننتقد قيمياً وننتقد شوائب أيديولوجية في استخدام هذه العلوم أما إذا كان تعريفنا للعلم نفسه أنه عملية سيطرة للبحث العلمي نفسه كعملية سيطرة تنتهي إمكانية الحوار لأنه إذا أصبح هذا هو تعريف العلم أنه عملية سيطرة فهل أنتقدوا من المنطلق غير علمي يعني أصبح ضد العلم لأنه العلم هو في جوهر وعملية سيطرة هل نقدي للعلم يكون نقد غير علمي النقد الوحيد للعلم الممكن سيكون غير علمي لأنه العلم في تعريفه عملية سيطرة أنا برأيي هذا النقاشات غير مفيد وبرأيي أنه في فهم خاطئ لنقد أدورنو وهوكهايمر للتنوير والعلم في فهم خاطئ تماما في رأيي هو ليس مغالطة منطقية استنتاج من السيطرة على الطبيعة أو السيطرة على الظاهرة الاجتماعية بمعنى فهمها واستيعابها استنتاج منه إلى السيطرة السياسية والقمع والديكتاتورية برأيي هذا استنتاج لمصطلح علمي من استعارة أدبية لأن تشبيه السيطرة السيطرة على موضوع البحث تشبيهه بالسيطرة السياسية هذه استعارة أدبية هذه استعارة أدبية وليس مصطلح علمي حين أقول فلان يسيطر على موضوعه مش معناه بحكمه كما يحكم الدكتاتور وأن أستنتج منها قضايا متعلقة بالسيطرة السياسية هذه مغالطة منطقية فقط باختصار شديد سأتوسع في هذا قليلا لأن هذا النقاش منتشف إلى حد ما ويأخذ في بعض الأحيان طابع معادل العلم عندما انتقد هوكهايمر وأدورنو التنوير في جدلية التنوير في منتصف الأربعينات في زمن حكم النازية كان نقدهم مؤلف من بندين البند الأول أن العلم واستخدم مصطلح فرشتاند أندرستاندين اللي مستخدم بشكل مقلوب الحقيقة في بعض ما أقرأه عند هيجل اللي هو استخدام العقل كوسيلة هذا مفهوم الفرشتاند الفرشتيهن عند هيجل في تشويه له لاحق عند إقدامر والآخرية بس مفهوم الأصلي هو استخدام العقل كوسيلة أن العلم يستخدم العقل كوسيلة ويحيد الغايات وبالتالي يساهل استخدامه كوسيلة من قبل من يريد لبناء معسكرات اعتقال أم لبناء قنابل نووية أم لعلاجات في الطب وتطويل عمر الإنسان لأن العلم يستخدم العقل فقط كوسيلة ويحيد الغايات هذا النقد الأول وليس بمفهوم أن العلم هو سيطرة هذا النقد الأول ويقولون يجب إدخال الغايات أو المقاصد البشر في العملية العلمية الأمر الذي يسميه هيجل فرنونفت العقل فرشتاند الفهم فرنونفت العقل العقل يحوي العلم كوسيلة زائد الغايات يعني لا يتورع عن التفكير في الغايات هذا ما يقوله أدورنو هوكهايمر الأمر الثاني اللي بيقوله أدورنو هوكهايمر في نقد التنوير هو أنه يجب أن لا نتجاهل أن نفس الوسائل العلمية المستخدمة في العلوم تمكن المجتمعات الحديثة من بناء جهاز القمع والرقابة ومعسكرات الاعتقال والاستعمار واضطهاد الآخرين والآخرين هذا الذي يقولون أنه العلم الذي مكن من كذا ومكذا وكذا هو الذي مكن من إنشاء الدولة الحديثة الدولة القمعية اللي بطبيعة تعريفة هي دولة شمولية يقولون أن الدولة اليوم المحديثة هي شمولية لأنها قادرة على السيطرة الشامعة على المجتمع خلافا لدول ما قبل الحداثة هذا هو الفرق بين الحداثة وما قبل الحداثة في مفهوم الدولة أن الدولة أصبحت بحكم تعريفها شمولية قادرة على السيطرة على المجتمع ككل هذا نقدم وأستطيع أن أتبنى هذا النقد هذا نقدم أقبل تماما أنا معهما تماما ولكن هذا لا يؤثر على أنه نحن الباحثون المشاركون والمسيطرون كلنا نحاول أن نتملك موضوع البحث ونفهم قوانينه والنقد لحدود العلم يأتي من العلم وإلا ماذا ما هو النقد أدورنو وهو كايمر للعلم هذا نقد يحاول أن ينقل علم من شوائب أيديولوجية ومن مسلمات سماها بتصور مبيرح دكتور عبد الله فرضيات هيمنية فرضيات هيمنية قائمة في العلم لكن هذا نقاش يحاول أن ينقل علم مما هو غير علمي وليس نقاش مع العلم أو ضد العلم يعني مرة أخرى النقاشنا جميعا وهذا أصبح تقريبا تقليعة نقاشنا مع الاستشراق نقاشنا مع الاستشراق ماذا نناقش في الاستشراق بالزبط العلم أو الشيء غير العلمي اللي في الاستشراق يعني يعني لماذا مناقشوا الاستشراق يحرصونا كثيرا أكثر من غيرهم حتى على مراكزهم الأكاديمية وعلى النشر في بريوديكل ليأخذوا اعتراف أنه هن علماء كل مناقشي الاستشراق حتى متعصبين أكثر من غيرهم للمراكز الأكاديمية في الغارة وكلهم بجامعات محترمة وحتى صاروا سبكا في الأكاديمية الغربية النزعة المعادية للاستشراق أصبحت سبكا في الأكاديمية الغربية ويحاول حتيها من علينا يعني وبعلمونا العداء للاستعمار وكذا إحنا المناضلين بس أنوا بالأكاديمية الغربية قاعدين بالجامعات ويزاودوا علينا بناقشوا ماذا هل يناقشوا العلم أن العلم عملية سيطرة لا بحاولوا يثبتوا أن كلامهم هو العلمي وفيه مسلمات هيمنية في الاستشراق أيديولوجية وغير علمية وكذا فقط نحن ناقش ما هو غير علمي في الاستشراق نعم فيه في الاستشراق فيه في الاستشراق مسلمات حول الشعوب الشرقية أو كذا أو فيه أمور أخرى متعلقة بالرغبة في السيطرة في دوافع الدراسة تجعلهم ينتقون حقائق معينة ويغفلون أخرى كلها بروسيدجر غير علمية تستطيع أن تريد أنه عندما يكون التوجه للمستشراق هو التنظير للهيمنة على شعوب الشرق تجده يغفل أمور وينتقي أمور هذه نسميها انتقائية في الأبحاث يعني يقوم بعمل غير علمي نحن نناقش يعني نحاول أن ننتقد علميا ما هو غير علمي في ذلك أنا لا أعتقد أنه توجد مشكلة في هذا الأمر هنا أخواتي وإخواني العلم يصلح نفسه العقلانية تصلح نفسه نحن نقضنا على الاستشراق مش نقض بوست مودرن غير عقل إذن العقلانية نقضنا عقلاني لما نعتقد أنه غير عقلاني في هذه الأمور يجب ألا نعتبر العلم شيئا غربية ونتبنى اللاعقلانية بحجة أن العلم عملية سيطرة نترك لهم العلم نكرر استخلفنا ولذلك نقاشنا مع العلوم في الغرب أو مع هذه النوع من العلوم هو نقاش علمي يجب أن نميز أخواتي وإخواني أضيف إضافة ثانية في رأيي في نقاشنا على المناهج يجب أن نميز بين أمرين بطلان بردايم وبطلان نظرية علمية وهذا نقطة تانية غير قضية نقاشنا مع الشوائب غير العلمية في العلم أو أراضيات الهيمنية أو النزعات الهيمنية أو الانتقائية أو كل ذلك التي كلها تدخل في تصنيفاتنا لما هو غير علمي أو ما هو غير موضوعي إلى آخره فيما نسميه توخر موضوعية في العلوم في قضية أخرى نسرع فيها كثيرا عندما نقول أنه هذا العلم أو ذاك بطلة ولم يعد صحيحا وكثير تيجي أمتلي عن الكوانتوم ثيوري والميكانيكا النظرية النسبية وما قبلها ما الذي ألغي هنا أخوات وإخوان هل ثبت بطلان النظرية العلمية أم ثبت بطلان البارادايم أنا بعتقد الميكانيكا يعني هذا الرثاء للمتال أو نعيها لا يمكننا من فعل أي شيء لا من قيادة سيارة ولا من فعل الميكانيكا صحيحة طبعا بالنسبة للأجساء معين ما بطلة هو البارادايم اللي جعل ناس مثل مثل هوبسولوك وبعد يطبقون نظريات الحركة والقصور الذاتي والجاذبية على القضايا المجتمع يعني ثبت أن الميكانيكا تصلح لأجساء معين البارادايم اللي طورت الميكانيكا اللي طور من قبل مؤسسات علمية وعلماء ومجلات ورويالسوسياتيز والآخرين اللي جعل الميكانيكا ويجهة نظر للعالم هذا هو الذي بطلة ويجب أن نكون حرسين حينما حينما ندعي طبعاً بدي يكون ادعاء عقلاني عنده حجج أنه نظريا ما لا تصلح لكذا وكذا أنها تصلح من ناحية أخرى لكذا وكذا وأنا وأعتقد أنه نحن نستعجل حين ننعي الاستشراك كله الاستشراك فيه مجوانب علمية تحقيقات المخطوطات اللي قاموا بها قاموا بها عمل عظيم يجب أن نرى ونقدره وفي بعض الأحيان أنا قلت في كتابي الأخير عن السلفية أنه بعض نقاد الاستشراك مستشرقين أكثر مستشرقين عقل المستشرقين كانوا يقروا عرب ويقرونها هذول يقروناش بالمرة ما يقرون غير إنجليزي هؤلاء أصلاً يقرون إطلاقاً أي كتب إلنا على الأقل المستشرقين في زمانهم قروا في منهم دخل في حوار مع الأفغاني ومحمد عبدو قروا مخطوطات ممكن ننتقد ذلك بس الآن في نقاد للاستشراك لا يعرفون العربية أصلاً بريحوا هيك حالاً وخلصوا وبزودوا علينا وذلك أنا أعتقد أخوات وإخوان أن النقد يجب أن نعرف ما هو حدوده ونعرف ما هي حدود النظرية ونعرف أن التنظير العلمي هو الحل لنقد النظرية طبعاً في صراع أيديولوجي مع أصحابها في صراع سياسي مع أصحابها لكن النقد العلمي بدي يكون علمي واتضاح عدم صلاحية منهج ما مثل المناهج اللي استخدموها المستشرقون في فهم مجتمعاتنا تقوم به نظريات جديدة نقوم بها نحن ننتجها نحن كما قلت هم رجال ونحن رجال طبعاً الآن غير نقول الرجال هم بشر ونحن بشر مش هيك لأنه بتزعل عليها لأيزة طبعاً لحظت في عملي وأنا أعتقد أنه هذا له إسقطات كثيرة ويمكن أن يعني ننشئ عليه تنظير واسع لا يكفيني ما تبقى من دقائق لهذه المداخلة ولن يكفي حتى المقال نفسه أن هناك فرق بين عرض تحليل وتحليل وعرض تحليل الظواهر التاريخية والقضايا النظرية يعني فيه فرق بين التحليل التاريخي النقدي وبين أو التحليل النقدي للظواهر التاريخية والعمليات التاريخية وبين التنظير والشغل النظري وأعتقد الفرق مفيد جداً يعني فهم الفرق مفيد جداً في مناهج البهر عندما نكون بتحليل ظاهرة اجتماعية مهما كانت عادة نحاول أن نصل إلى علاقة ما أو صفة مجرد ما نمكن اعتبارها المميزة لهذه الظاهرة عن غيرها يعني التحليل هو عملية إذا أردتم تفكيك للوصول إلى صفة ما علاقة ما بسيطة تميز هذه الظاهرة عن غيرها سموها باللاتينية مرة ديفرنسيا سبيسيفكا يعني ما يميز هذه الظاهرة عن غيرها تنفهم خصوصية هذه الظاهرة ليس ما يجمعها بغيرها ما يميزها عن غيرها ما هو أبسط صفة جوهرية تميزها عن غيرها لذلك أقول أبسط صفة لا أحب استخدام جوهرية في الظواهر الاجتماعية جواهر وأشكال تصلح للفلسفة والنصوص والآخرين برأيي لا تصلح للظواهر الاجتماعي موضوع طويل لن أدخل فيه الآن عندما أركب أعيد إنتاج الظاهرة لأنتج مفهوما أعيد إنتاج الظاهرة ذهنيا يعني أحاول من هذه العلاقة البسيطة أن أعيد إنتاج الظاهرة ذهنيا هذا لا يمكن أن يتم لأن هذه ظاهرة اجتماعية ليس أفكار استدلال من فكرة إلى فكرة هذا يبدو أحيانا عندما يطرح البحث يبدو وكأنه استنتاج فكري لكن لا يمكن أن يتم بدون عودة مستمرة إلى الظاهرة وتاريخها وإلى آخرين لأن هذا ليس استنتاج فكرة من فكرة لأركب مفهوم عن الظاهرة الاجتماعية عرض هذا في البحث عرض مقلوب أنت تبدأ مما وصلت إليه في البحث وتعيد إنتاج الظاهرة فكريا يبدو في التسلسل البحثي وكأنه هذا تسلسل تاريخي والحقيقة ليس تسلسل زمني هو إنتاج نظري للظاهرة هذا ينتج وهم ينتج يعني احتمال وهم أو عدم فهم أنه هذا إعادة إنتاج تاريخي للظاهرة أعطيكم أمثلي حتى أوضح كارل ماركس في رأس المال حلل رأس المال في قرن التاسع عشر طبعا هو يعرف شروطه التاريخي شروطه التاريخي نشوء العمل المأجور الهجرة من الرليف إلى المدينة تفكك العلاقات الزراعية لأسباب مختلفة تاريخية ولكن حين حل الرأس المال وصل إلى العلاقة البسيطة الأولى التي تميز رأس المال عنه والتي سمها البضاعة البضاعة يكفف في داخلها علاقات تبادل التي تميز رأس المال علاقات تبادل الاقتصاد فوصل إلى مفهوم البضاعة بالتحليل أنه هذا البضاعة أو السلعة هي العلاقة من البضاعة يعيد إنتاج ظاهرة رأس المال واضطر إلى العودة تاريخيا كذا إلى آخر هذا الإنتاج لرأس المال هو إنتاج نظري تاريخيا البضاعة قبل رأس المال فيه بالنظام الإقطاعي بضاعة فيه بالنظام العبودي بضاعة هذا الإنتاج هو إنتاج نظري للظاهرة ينشأ انطباع أن هذا إنتاج تاريخي للظاهرة كأن رأس المال نشأ تاريخيا عن البضاعة تاريخياً نشأ رأس المال عن العمل المأجور عن نشوء طبقة البرجوازية في المدن ونشوء العمل المأجور لكن تأثره بمنهج هيكل المنطق الذي يسمى علم المنطق يجعله يعيد إنتاج الظاهرة كما بدأ هيكل من الوجود والعدم ومن الهوية والفرق يعيد إنتاج الوجود كله بنيته الأنتولوجية يعيد إنتاجها من هذين المصطلحين الانطباع الذي نشأ أن هذا تاريخ رأس المال إطلاقاً ليس تاريخ رأس المال لماذا أقول ذلك؟ لأنه هذا حاصل في قسم كبير على الأقل من نظريات العلوم الاجتماعي بقرن 19 و20 خذوا نظرية العقد الاجتماعي نظرية العقد الاجتماعي تحلل المجتمع بالقرن السابع عشر أصحابها ولديهم مدفوعين بأيدولوجيات معينة إلى أفراد ثم ينتجون المجتمع من تعاقد بين أفراد يعني كأنه النظرية تقص كأنها حكاية أنه في أفراد يجتمعوا يعني عندهم استقراءة بتحس بقام تقرأ قصة أنه في أفراد يجتمعوا وكذا والآخره وعملوا تعاقد ومن هذا نشأ المجتمع المنظم أو الدولي في مقابل المجتمع الطبيعي هذه الحقيقة إنتاج نظري للنظرية من العلاقة الأبسطة التي فيها التي هي التعاقد بين أفراد يعني أنت تحتاج إلى فكرتين فكرة الأفراد وفكرة التعاقد هذا طريقة عرض النظرية فرويد في فكرته عن الدين كأنه ناس قتلوا الوالد ومن فكرة الأب والندم على فكرة الأب والتوبة عليها وإلى آخره نشأ العصاب الجماعي لأسم الدين وتخيل الأب وضع الأب يعني تصور الأب دينيا في فكرة الدين في فكرة الإله استعانى بأسطير يونانية لطرح ذلك لكن الأهم أنه عرض النظرية بصيغة أسطورة أخطر ما يحصل في عرض النظريات نظريا أن تبدو تسلسلا تاريخيا فتتخذ شكل الأسطورة لأن الأسطورة بحكم تعريفها هي شرح لظاهرة بحكاية حكاية الأسطورة عند الشعوب تشرح ظاهرة بقصة بحكاية هنا ينشأ خطر الانزلاق إلى التفكير الأسطوري لو منظري العقد الاجتماعي افترضوا بدل الأفراد جماعات لو افترضوا بدل الأفراد جماعات لكان ذلك أقرب إلى التاريخ الحقيقي لأن الناس التي تعاقدت لتصنع دولا في التاريخ لم يكونوا أفرادا بل جماعات لو افترضنا أنه في أصل فكرة التعاقد الاجتماعي الذي اجتمع الذي تعاقد الذي توافق ليشكل دولة هو جماعات وليس أفراد لنا أشأت نظرية عقد اجتماعي وفكرة أخرى عن الدولة مختلفة تماماً عما يبيعه الغرب لنا كفكرة عن الدولة أقول قولي هذا وأستغفر الله السلام عليكم شكراً لكم وشكراً لدكتورة بشارة أن أخذ الصراح ربع ساعة وبعد ذلك أرجو الالتزام بأن تبدأ الجلسات في موعدها المحدد شكراً شكراً للمشاهدة